تواصل قوات الاحتلال لعدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 27 بعد 300 على التوالي مع استمرار استهداف المنازل المأهولة بالمدنيين وتجمعات الفلسطينيين ومراكز إيواء النازحين هذا وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات استهدفت البنيات السكنية في عدد من المناطق من أبرز هذه المناطق على مخيم جباليا ومدينة غزة بشمالي قطاع ومخيم النصيرات ومدينة دير البلح بوسط القطاع ومدينتي خان يونس ورفح الفلسطينية بجنوبي القطاع تزامن ذلك مع عمليات تهجير في دير البلح وخان يونس وسط وجنوب القطاع وأعلنت السلطات الصحية في القطاع أن قوات الاحتلال ارتكبت أربع مجازر خلال الأربعين وعشرين ساعة الماضية راح ضحيتها ثمانية وخمسين شهيد ومئة وواحد وثلاثين إصابة ليرتفع بذلك عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى أربعين ألف وخمسمائة وأربعة وثلاثين شهيد وثلاثة وتسعين ألف وسبعمائة وثمان وسبعين مصاب دون ماء وطعام ومقومات الحياة هكذا يعيش سكان قطاع غزة يومهم السابع والعشرين بعد السلاسمائة وسط قصف وغارات واستهدافات وإطلاق نار دون ما راحة في ليل أو نهار الجميع يصطف في طبور الموت هذا ينتظر قصفه من طائرة وذاك يتخوف أن يتهدم عليه منزله حتى خيام النازحين لم تنقوا من الاستهداف رائحة الموت في كل مكان ولا موضع في القطاع للراحة في شمال القطاع المشهد لم يتغير منذ أحد عشر شهرا تواقم الدفاع المدني تواصل جهودها دون إمكانات تذكر لانتشال مصابين أو حتى شهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة جراء القصف فهنا في مخيم جباليا كانت المنازل هي مركز الاستهداف كعادة الاحتلال الإسرائيلي وفي الشمال أيضا ومن مدينة غزة استهدف قصف الاحتلال الإسرائيلي عبر طائراته ومدفعياته المناطق الجنوبية لحي الصبرى جنوبي المدينة ومحيط ملعب فلسطين ومن الشمال إلى الوسط الحال هو الحال ليستهدف الاحتلال سيارة في بلدة الزوايدة بوسط القطاع ومنازل في مخيم النصيرات واستهدف القصف المدفعي المناطق الشرقية لمدينة دير البلح ومناطق شرق مخيم المغازي وفي جنوب القطاع كانت مدينة خانينوس هي الأكثر استهدافا وكانت المربعات السكانية هي بنك أهداف الاحتلال الإسرائيلي ليسقط الشهداء والمصابون وفي مدينة رفح الفلسطينية لم يتغير الوضع كثيرا عدوان على كل أنحاء القطاع يتزامن مع عمليات تهجير قصري للفلسطينيين في دير البلح وسط القطاع وخانينوس جنوب القطاع إلى مناطق يزعم الاحتلال أنها مناطق إنسانية آمنة فشهدت منطقة قيزان النجار جنوب خانينوس حركة نزوح واسعة للأهالي تحت قصف الاحتلال وتزامنا مع تقدم لآليات الاحتلال بشكل مفاجئ في المنطقة عدوان يواصل ارتكاب مجازره تحت سمع وبصر مجتمع دولي مقيد عن فعل أبسط ما تتطلبه الإنسانية